أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها خلف وباء الكوليرا الذي انتشر في زامبيا منذ أكتوبر الماضي ستمائة وشن نوعين حالة وفاة فيما بلغت الإصابات أزيد من عشرين ألف حالة حسب ما أفاد به المعهد الوطني للصحة العمومية بزامبيا أشار المعهد في نشرة حول الحالة الوبائية في البلاد إلى أن شخصين آخرين توفي بسبب الوباء خلال الأرمو عشرين ساعة الماضية في حين بلغت الإصابات الجديدة المعلن عنها 84 حالة وأكدت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية أنه قد تم في ظل هذا المنحة التصاعدي نشر فرق طوارئ لتقديم الدعم الطبي واللوجستي للمرافق الصحية بالمركزين الحضريين الأكثر تأثراً في البلاد وأضافت أن والده والستين شخصاً يعملون حالياً في مدينتي لوساكا وندولا إلى جانب ثلاثين وأربعين متطوعاً بوزارة الصحة للاستجابة لحالة الطوارئ هذه موضح أنه من أجل تتبع الحالات الحرجة تتوفر فرق أطباء بلا حدود على شبكة من سيارات الإسعاف ومنظومة تتكون من 14 مركزاً صحياً تم إحداثها للتخفيف من الاكتظاظ في المستشفيات كما سجلت المنظمة الإنسانية أن المتخصصين في تطهير المياه يشرفون على شبكة من 178 مركز في محيط مدينة لوساكا ويوزعون مستلزمات تشمل الصابون والكلور وبعض الأوعية بهدف تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وكانت السلطات الزامبية قد أفادت في يناير المصرم بأن الكوليرا انتشر في 9 من أصل 10 أقاليم وفي حوالي نصف مقاطعات البلاد والمواجهة هذا الوضع تعاونت الحكومة مع شركاء دوليين من قبيل منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة للحصول على واحد أسغل 6 مليون جرع من اللقاح المضاد للكوليرا حسب مدير السياسات الصحية بالمعهد الزامبي للصحة العمومية فإن البلاد شهدت عدة موجات وبائية كبرى للكوليرا منذ سبعينيات القرن الماضي بيد أن الموجة الحالية هي الأسوأ منذ عشرين سنة